وراء هذا الوجه الأربعيني وهذه اللحية الطويلة قلب طفل صغير تحقنه الدموع في كل مرة يتحدث فيها عن أمال أنا كل يوم عم بحب بأمال بس هاي الزكرة بحب بعملها مميزة لأمولها أمال هايدي بالنسبة لي هايدي روحي هاي الأكسيجين تبعو لي شو المرة بس يعني للولاد والطبخ والنفخ بحب والصبر غلبت أمال المرض أفاقت من غيبوبتها لتجد نفسها طريحة الفراش بعد أن أفقدتها الجلطة الدماغية القدرة على الحركة والنطق والبصر لكن مرضها ضاعف من حبها لجهاد وخلق بينهما لغة مشتركة هو الأكثر قدرة على فك رموزها أنا من بيروت بحكيها على التليفون بفهم إيش بده يعني أمال وعية بعد وعية هي أمال الأمل بجهاد هي أنا ما بتعب أعصابي بترتيحي أني حدا يرفض جهاد الاستسلام ولا يشتكي أبدا من العناية بأمال يدللها يقص عليها يوميات عمله طويل وهي تضحك وتغمره بالقبلات وهذا البيت ببيعه أنا شو بدي فيه؟ شو بفيدني هيدا البيت شو بفيدني أنا؟ تلا بيشحد على الطريق كرمي لك أنا ولا نهار فأت الأمال الله بس يخد أمانته ما بخليها تروح وحده ما بدي روح أنا وهي أنا عمت ركاج ما لي شي بديني من دونه تنتظر قصة جهاد وأمال نهايتها سعيدة ككل قصص الحب في الروايات والأفلام جهاد يحاول اليوم بمساعدة جمعية بنين المحلية تأمين نفقة علاج يعيد إلى أطراف أمال بعضا من الحياة وإلى قلبها كثيرا من الأمل رينا دويهي العربية بيروت